جيد مورنين جيد مورنين اليوم فيه تقريباً 5 أو 6 يوتيوب ما راي بعتلكون نوتيفكيشنز فبيس خليكم وتابعونا من ساعة لساعة لساعة من هلأ لابعد الظهر بدايعة كتير حلوة منظرة كتير حلوة فارجيكم إياها ما كتير يمكن اخدي حقه اسما ايتو راح تشوفوا قديش فيها اشي مهمة وبلشنا بترويئة غير شكل وصلنا عند فرن وصناك أبوداني بيبلش من عبوكرا العشية والترويئة ورانا متل ما شايفين الخبز اللي عم تنفخ مظبوط الروايح اللي بتاخد العقل خانشوف سر كل هيدا النجاح و سر هيدا الطعمة مع امدايا العجينة يعني دلينا فترة طويلة نحنا قلنا من الـ 82 مبلشين كل سنة نحسن فيها شوية كل سنة نزيد عليها شوية طب الآخر هلأ اعتمدنا هيدا العجينة يعني الكل بيحبوها والكل بيجوا حتى بياخدوا عجين بيعملوا فيهم منا بالبيت يعني بس بلشنا بالأول صندويش بدون فرد بعدين صرنا نوسع كل مرة صرنا كل سنة نزيد اشياء يعني زدنا الفرن جعنا زدنا الميزات زدنا الفول والحموس بالأول نبقى نعمل فول وحموس بس مرتين مرة بالجماعة جعنا هلأ انه تقريبا كل يوم في فول وحموس الزعتر من هون من عنا نحنا كله الزعتر والصماء كله انا بجيبو في عنا ناس بيحوشوا يعني ومنخلط نحنا ومنستعملو هلأ في ناس تاخد الزعتر شوية هلأ في ناس تاخد الزعتر شوية بحبات كتير الفرشية طبعا كيف يجو الزعترات على الأد ولا لقمة اه ولا شيء يا سعطر أكتم التانية الخبرة على الخبرة على الخبرة حتى يعني الفاهيتة شوارمة جيش شوارمة لحمة بعمل عجينة طولة نص متر قليلة العرض 50 سنة نعمل الشوارمة اللحمة على الجريل منحطها ومنلفها صاندوشي طويلة هات تقطع قطعة صغيرة شوارمة بينين تراية كتير تراية لقد ازرعت وزماع توريذر ترجمة منحطة ترجمة منحطة هيدا الجبنة اللي حكينا فيها اللي هي نوعين جبنة أشقوين وعقابة مالي مبسوط إلا برياحة العجينة مش معول شو مرتاحة ما فيها ملح ما فيها سكر عظيمة 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 كف طي وصلوا لعنا من طرابلس عصغارتا قبل أهدن يعني على الأوتوستراد أو من جهة الكورة من عند مدرسة النورس ويرجعوا بيطلعوا أصاب أهدن رقم التليفون 03-784-996 أو 06-575-341 بتروع والكف نهاري نهاري بقيتو بياخد العجل الوافر اللي بعدها في الحضن بيعمل بيستري شوارة كرام باتيستري غير الشكل شاغلي شاغلي كتير كبير في باتيستري بقيتو لا يوجد أرمى لا يوجد أسم بس الناس كلها بتعرفها باتيستري ايتون وبيعمل شوارة الكرام كتير مشهور يا حنة عابلكم تشوفوا شو هنة كيف يعملون فقط على المطبخ ونتعرف على الشخص اللي صلوا أكتر من 48 سنة بيعملون فيكن بس أنا عم باكل بالوقت نحن هلا بايتو أكيد تتسري ايتو لحنة الخوري إلنا 48 سنة بالمصلحة أنا موسيهون إلي 13 سنة 13 سنة نعم أنا أول المواصفة كنت هون مشان هيك أحبتكم موجودة معكم باكتنا مع بوكرة شو بتعاملو؟ نعمل الشو على الكريم من الأكلر منعمل السابليل بتوفور على شوكولاو على مربا ومنعمل السويسرول كنا قبل نعمل كتير كتير أصنير تاني غيرها بس بقينا على هاودي و هاودي يعني شو ما عملنا بيطا طيبا عنا يعني بس بقينا على هون ما منلحق دعنا عمو شي تاني ما منلحق أول شي أنا كنت بدي سيفر يعني لما تخرجت من صندوقية فتحت تين أيام حاربة قلت لابينما عمل معامل علي ولا قدر سيفر وانا فتحت محاله ومشي الحال وبيت ومشي الحال و هلأ مكملين كتر خير طب الوقت عمبلشت لليوم شو هنالأصناف اللي بتعملون؟ ليش نقيت طعم الباتيسري مش طبخ عادي؟ لا انا اختصاصي بباتيسري ليش عم بعملهو؟ كنت بقابل لأعمل أكتر أصناف كنت لواحدة بس ما كان فيها الزمنات ما كنت معروف مثل هلأ يعني مع الوقت بلشي الكبار شهر يتطور أهدار سرجيب شيفي معي وصباوية كمان لابينما هو يشل كثير ما عاد فيه يعمل كل شيء لا قويل بأعراس ولا قويل بأعرية اخر شيء فتكرت انه أصبت شيء أنا عمل كم نوع لانه بدي أطعب الإنفات يعني كل يوم بقيت أفضل شيء أنواع خففة ثلاث قبل أمواء بس واللي هلا تشوفون من أمواء من أين بأصنوك العالم؟ تقريبا كل البناء حتى عندي من أميركا من أستروليا بس من البناء كل البناء تقريبا يعني إذا ما فيه براد إذا ما فيه ساعة تنتزي بتحمد لها السبب ما بعطي حدامة نحشي فيه الكريمة أكيد تكون محضة مساعة طبعا ما فيها كم صغمة يجب تكون مساعة طبعا أكيد الضيابة نحط نعمل طيبة الكريمة أوكي؟ والخطة الطيبة كل يتنا نشتغل كعيلة واحدة على فرد قلب وغب الناس بتطبخ الناس بتحشي الناس بتبيع طبي فرق يعني اللي اللي بنح عليه ونركب كل يتنا يعني هيدا شرم الأسرار اللي عم بتعطيتي هلأ ومشين هيت زي تفرق بالتن بتطير طيب هيدا 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 شو اسمه هيدا عروز واو واو مجدوا هذا وقف نعم 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 جدا 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 انظر هؤلاء هل تنتعي نعم كنا لا يمكن termo توقف أنا جاي هون احكي عن الباتيسري بس بأعتقد انت اكتر مكتير من هيك بليز خبرني حبك الوطن خبر لهالشباب يقامنوا اكتر بوطنن خبر كيف انت ما رح تستسلم وما حد ان يستسلم وكيف فيه شغل الكل اللي بده يشتغل انا دايما بقول للشبيبه انو كل واحد قاعد بضايعة وخلوكم بضايعتكم وفيه شغل بالضايعة اعملوا شي مميز بتشتغلوا بتدلوا ضايعتكم افضل ما تنزلوا ع الساحل افضل ما تسفروا يعني وكالترخي الله انا احنا محل شفته ومحل ديشو صغير سبعة اتمنعية اللي عايشين منهم ما بتصدق يمكن لها السبب بقول للشبيبه كلها سبب بقوا بضاياتكم وعملوا اشي بطير في زراعة وله احنا هايك في صناعة كمان في هون يعملوا بطير اشياء نحنا بمتحف ريمون ونايف علواني اللي بيعملوا اشغال كتير حلوية كلهم بالصخر وهلا رح نبرم معهم رح يخبرونا كي بيشتغلوا ليش الصخر اللبناني وين قاعدين شو قتلتوا لاتبعهم بس الاهم 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 رح تشوفوا شي ممكن لأول مرة بتشوفوا ما في حدا من لبنان ما سمع بيمكن اعلى او اكبر تمثال اللي هو تمثال مار شيربل بس في كتير منكن قليل بيعرف كيف هيدا تمثال العمل كيف هيدا تمثال قديش اخد شغل كيف انتقل من وين لوين نحنا وين بقايتو هو وين بفارهيق فمن وين راح لوين وصل كيف اخد شغل كيف تزبط شو هو البيس طبعه وكل هالتفاصيل رح نتعلمها هلأ سوا ورح نشوفها مع بعضنا نحن اخوي ثلاثي بلشنا بنحط الحجر بالاول والد كان معلم عمار واخدنا التقنيات كلها اذا بدك من وراء وبلشنا طورناها لتكون نشطل نحط تماثيل واعمال فنية كبيرة ثلاثة وعشرين هون ما بقى فيك تروح للحجر صار ثلاثة غير ماتيري لبداك توزى ما بقى بيك توزى للصخر لانه ما بيعود فيه امكانية تجيب حجر يعني امكان اكتر شي تجيبوا على العد نطلع لفوق نطلع لفوق نطلع لفوق كماناً 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 23 متر نحن وقفين وقفين أحد تنسل الذي أساسي يوقف بفرية عرص سوف أعطيكم من جوه واو شو أخذ شغل كماناً 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 يمكن أن يقوم بمكتب لأكبر تمثال أو شيء لا أعرف لماذا يمكن أن يقوم بمكتب كماناً 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 والبرونز والويل أنا أهلاً شيء أن أذهب أخاف تقل وبعدين فينا نعمله برونز يعني بس إمكانيته أكبر كلفته أكبر بتصير ووقته أكتر بلشته بأيلب بلشته بالأيلب عملنا له الموضل وصلنا للنهاية عملنا كل شيء من حديد إذا بدأك بوطن وليسنات بليس ورقنات وري يعني بس عملنا له الشيء من حديد كل الشيء بتبعه في صور بطران فرجيكيون كله من حديد من بره هدد فرسانتين هيدا 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 ورجعنا غلق نائزة بعد دخول بوطن ونجينا بعد ذا ندخلصنا كان في تحدي إنه تلاقي حدا هالأد هالأد عنده الفكرة والحصن الحظ عنا في لبنان كان في دكتور عبدالله هذا رئيس عنده شركة بيروت الدولية للأعمال البحرية وبعدين عرفنا يعني بعد اديش عنده خبرة هالمجال و اديش يعني كان بشهادة كلش في بره مش هون يعني مصنعين الفايبركلاس مصنعين انه سابق الدول كلها سابقه عشر سنين لقدام بتصنيعون الفيزين اخدتوا الآلب ونزلتوا في عبايت اجا هو الشركة هي عملت الآلب هون لان تعرف مثل هيدا على القليل بدي يكون عندك خمسين عنصر عم بيشتغلوا بهالعمل واحد واحده ما بيقدروا اثنان وعشرة ما بيقدروا تقدرنا شرنا الآلب اخدناه ونزلنا في عجوني من هون نصب هون نصب كل شيء هون تقص قص تقص قص وثلت شعف يعني تصور كل شيء في تطلع عشرين متر يعني من اول وناخر وعشرين متر شحنناها هونيك هون يكن جمع بالمئيس اللي موجودة هون جمع بيجوني جمع بيجوني كلها من انسا من جوا كلها عملت حديد؟ لا مفيش حديد أبدا كله فايبر من اول الاخر في بس اذا بدك الريبس هيدا الضلع طبعين من خشب والخشب مش شغلته بس يهدي الخشب تتخذ الشيب تبع الفايبرغلاس تتقوي يعني مش للمتيني تتخذ الشيب بس وكله من اولونا وهيك كبر تلع فارت شعف عفرية من جوني عفرية من جوني عفرية كله مع الراس مع كل شيء بس اليد كانت الكتف وصلنا إلى فوق لأنه ما بتمرأ في كذا جسر وعلى جسر يمكن اواطا جسر كان 5 متر أو 4 متر أو 95 على الطريق ما قصينا بس اطرينا نعمل له ترايلر إذا بدك قالوا 10 سنط على الأرض توصلنا لفوق تقطعنا السورة ترجعنا وصلنا لفوق لبنا الترايلر وحتى هنا تقدرنا طلعنا بالطريق ووصلنا للجبل لفوق الساعتنا بطلع على الجبل سيارتي فيك محلات برجة عريير وكوية كتير داقيين كيف طلع لفوق يعني بتصور كل الناس شايفتوا تقريبا كان على الألم ونشاف يعني استعنا بس بس وصلنا لأول الجبل حتى الطريق ما كانت زفر كانت بعدها تراب وكانت أول منا مفلوشي وسعنا كم محل خدنا مأييس وسعنا شحطناه ببولدوزر محل نروح لقدام نجرع أريير نعمله يعني الجبل كيف طالع هيك أنا بان أنا ريير ومشينا هيك وصفنا قايتو كده صغارتا مطعم لروج نحنا صارنا أربعين سنة هل ما صلحك بش قصة بدي أقل لك شوب طبخ انت بياتيك عندي الميزة أربعين شكل يعني ما فيني عدل لك هلا أي شي شوفيت وكله أنا بعمله بأيدي حتى الكب الني القراص بالشتوية بعمل مثلا حلول التطيجات كله أنا بعمله هم والناس بتشي من كل ابناء انت تدق هيدا الكب اللي بيقولوا قطيب من كبة النراش اهدن وصغارتا هيا الكبه هيدا سبيسياليتي لألكون اليوم حاطة الدهن الحار في حطين عنوية الحار مع الدهنة تطلع نكية القرص كله حار بلاس في عنا العادية اللي ما بيحب الحار هيدا الحشور هيدا اللي شيفينو شو فات all the way اسمك كبه بشحمة من الأخر يعني واو واو خيالوا كلهول هلا أول ما تنطبخ اللي السامني ما عش ما نسميها الشحمة الشحمة بده تدوب جوها تشربها الكبه الكبه كتير رقيقه تطلعكي بتشتغل بيده هيدا الهدف الأساسي كأنه عم تعمل تابلو كأنه عم تعمل تمثيل كأنه عم تعمل مستر بيس يا أهلا يا أهلا يا هالا هذا مثل الشابو هو ما حدا بيعمل قرس متله على الإيد المترجم للقناة مرحبا بالأيد بلاء مول بلاء قلب وغير أنه شكل رائع لطعم يا أخوات كم سنة صاري طعمي كبه؟ صاري ممي و تتراتين تسعة و تتراتين سنة دعاية الأورس اللي شفنيه هلأ واليوم بديك تدوق بطعمي غير شي كله لك أنت بس نحن وين كم سنة صاروا مطعم خبرنك يلا انتو بقيتو مطعم اللاروش تلاتة واربعين سنة ما بيأسر كوكو اشتغلنا فيه من العائلة كلها سوا من عمي لبي لعمي للكل الجنراسيون مكملين فيها إذا الله رض الكل رتاح وهلأ فيه أنا والوالدة مكمل بهالشغال و ولحنضلنا مكملين إذا الله رض ها هذه بصل بصل كثير سنوبر لوز بصل سنوبر لوز لحمة مفرومة فيها دبس رمان لا ماني حتى دبس رمان انا بتبقى اللاعر صادق لهن أحمر اي انا ما بهبه واو شفت حدا قمده سامر تعرف ما يجب أن تعمل لك هيدا اللي بلحمة كيف بعلمه الحشوي اللي بقلبه من اللحمة بعلمه بهيدا من شين ما يغلط بين الشحن وهيدا المنظر عد رفس يالا جود باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر